لقمان دي زاد. أهلا بك لقمان صغير. أهلا بك. بحفظك. فرق مباس. صباح. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. شكرا على الاستضافة. العاف وشكرا لك أن تبيعك الدعوة. الله حفظ. إذا نحكي لنا ربما على بدايتك في هذا الميدان يعني قبل الحديث عن ذهابك للولايات المتحدة الأمريكية. بدايتها كانوا في 2012-2013 كما كنت نخدم في المستشفيات ندير أوروض هكذا أوروض مجانية لكي نرى المحتل. يعني لا يمكنك نخمم على دراهم ولكنك تحبرك نخدم مع الأطفال. هذه هي البداية التاويك. مع الجمعيات الخيرية في الكشافة أيضا. مع المصر أحبك لي. ولكن العمل كميم ولا ككلون ولكن في المستشفيات مع العمل الخيرية. ربما حلمك كي كنت صغير. كي كنت صغير. كنت صغير. كنت صغير. قلتها مقبل كأي الطيف اللي يكون عندك هذك الحمد لك حب تكون طيار وطبيب. ترى الميولات توقيت تبدل. أنت تحب تدير المصرح تحب تدير الأنمات و تحب تدير هذا كسوار رياضة أيضا. يعني كنت حب تديرت بزاف رياضات. وعلى لكي عندي خصوصية في واشنديل لأنه مزجت ما بين الرياضة والميم والرياضة والكلون للرياضة والأنمات. كان عندي 14-15 حبيت نكمل في المجال الفني هذا. نعم. ربما اليوم اللي ما يعرفش لقماندي زهد لقماني يساعد. يعني لا يعرف أنك بديت في مجال فني آخر كنت في فرقة إنشاد. ربما نعود نقولو بك سنوات للوراء. حكينا على هذا. كنت الإنشاد كان منذ الصغر الإنشاد يعني ديت الإنشاد واحدي. من بعد أسسنا واحد الفرقة أنا وخليل واحد صديقي اسمه خليل وصديقي آخر حميد. أسسنا فرقة اسميناها تريو صفا خدمنا هنا مع وزار الثقافة دلنا بزاف حفلات. وكنت أيضا نمارس ندير ندير الانيماسيون ندير الكلون. ولكن بعد خيرت. يعني كنت تغني. نحب الإنشاد طار بالعرابي. يقول يا. غني لش في ذلك؟ يا ودي غير روحي ذكا يا بعد إن شاء الله. حد لازم يوجد. ولكن بيعظك. لا فرقة ملقمان الآن سنتحدث عن ذهابك للولايات المتحدة الأمريكية أو بلد العام الصام كما يلقب. يعني حكي لنا كيفاش تخذها للقرار وكيفاش في الحفظ. كيفاش في الحفظ. نعم. بعد يعني بعد عملي هنا في الجزائر. لأنه أنا بديت كما قلت لك بديت في المستشفيات. كان عندي فريق. كان عندي فريق. كان عندي واحد مناجر تاعي. وهو صديقي. كان عندي واحد حكمني لصونج. ما كنا الخدمون ديروا خدمة يعني احترافية. بعد أربع سنوات أو خمس سنوات. حبيت نزيل ندور من روحي. حبيت نزيل ندور من روحي. وكانت الفكرة أن الوجه هي أمريكا. لأنه كنت نحوس على مكان الذي ندير فيه العروض. وين العالم كامل يشوفني. والوحيد البلد الوحيد اللي شفت أنه مناسب للعامل اللي نقوم به. وهو تايم سكوار لأنه تايم سكوار البلد السياحي رقم واحد. يعني فيه كثرة سياح أيضا. ونيويورك البلد الذي لا ينام يسمى. ووجوها أيضا السياح من جميع أنحاء العالم. كانت هذه السبب على ما حبيت نروح لأمريكا. وهذا هو السبب. ولكن ما كنت عارف وش كان رح يصرف. يعني كنت نروح للغة إنجليزية ولا أي واحد. حكي لنا الآن لحظة وصولك لأمريكا في أول يوم حتى اليوم. تبدلت بزار حاجات. كما قلت لك ما تعرف حتى إنسان فيما. ما تعرفش اللغة. اللغة هي خاصة أن جميع واحد حاب يروح لأمريكا لازم يكون عنده رصية اللغة. وكان ثنين بالمئة لأنه ما تعرفش كامل على حتى تحصل. كانت صعيبة بزاف. قلت لك كثير من الناس أنهم يشوفون ينديل لي شو هكا في تايم سكوار. ولا نخدم في السير. ولا الناس عم بالهم. لقيت ديجا الناس واقفين يسنوا في ينديلهم في الشو. لا. كان كايين تكوين. كان كايين كايين. كما يقولوا حاجات جددة اليوم ليهما أول مرة ندير الشو في الطريق. أول مرة ندير نخدم مع ناس ديزا امريكا. أول مرة ندير عروض للناس يشوفوني من جميع الحال. بعض الناس الأخيرة حاجات تغيره خاصةً في التلقي وتع المشاهد ليك ما تم مشاهد جزائري أو مشاهد عربي، هذا المشاهد شاف الفنون هذي من قبل إليت لازم يكون خاص به. عبتها بعد روحي وعيت." وملت و Ranger كاثرة ل Pokemon لتكون خاص بالحاجة اللي دينا، اللي هي كانت مزيج ما بين الرياضة وبين المرونة للجسم أيضا وكيفاش تمد النساج للإنسان هداك وشن هما الحاجات اللي ضحكوا الناس من جميع نحا العالم لأنه لما نعمل مع طيف الجزائري ولا مع شاب جزائري هنا ولا مع جماهيات جزائرية الجوكس اللي نستعملهم ولا الحاجات اللي الضحك مش هما الحاجات اللي ضحكوهم لهيك إذا ما كان كاين واحد الاختلاف نعم يعني طيلة سبع سنوات كما قلنا يعني في البداية حققت نجاح كبير ربما حكينا على هذ السبع سنوات لعشتهم في الولايات المتحدة الأمريكية اقول لي انا مقلوش حقق النجاح كبير لانه يعني هذا ما تابعناه في الممارد نجاح هو الناس بزر تقليس النجاح بالسوشيال ميديا ولأنك تكون معروف بالسوشيال ميديا أنا قلت لك أنا تحدث عن العروض العروض عاودي لي سؤال راحلي قلت لك طيلة سبع سنوات حققت نجاح كبير يعني خدمت أسل حتى أن الكثير من الناس ولو يعرفوا لقمان دي ذات صح صح نعم حكينا على هذوك سبع سنوات اللي عشتهم في الولايات المتحدة الأمريكية السنوات هذو كان فيها نجاحات كان فيها خفقات كان فيها فشل بكاء فرح يعني فقط شعب حاب مسطر هدفه حاب يروح وراء هذك الهدف من دون أن يصغي لي الشمال أو اليسار أو اليمين ما حبيت برك أن نكمل في الضغمان تاعي هذاك ولي ما زالني مكمل فيه ولي ما زالني حاب نزيد نبدأ فيه وسبع سنوات هذو كانت سبع سنوات جميلة أحببتها بحلوها ومريها نعم في سيق ربما الحديث عن مواقع التواصل الاجتماعي قلت لي أنه النجاح لا يقاس على المواقع التواصل الاجتماعي إلا أنك لقمان يعني أنت حققت نجاح حتى على المواقع ربما هذ المواقع هل ساعدتك في العملتاك؟ المواقع ساعدني أنه الناس يعرفوني ولكن ما ساعدنيش في العملتاك لأنه أنا في العملتاك أنا اللي نكون روحي وانا اللي نطور من روحي وانا اللي نوضي نصبح نونطريني ونبقى لازم رياضي كما يقول لك باش نكمل ندير وشاني ندير ولا نروح ندير دوارة تكوينية ولكن السوشال ميديا عرف الناس بي وعطاني موتيفاسيون كبيرة لأنه أنا في الغربة التاعي كنت كنت في أمريكا حاجة الوحيدة اللي كانت من بين حاجة اللي كانوا يعطوني حافز وأنه كنت ندير فيديو ولكن نطيع عفسها كافية موتيفاسيون ولا نقرأ تعاليق تها الناس ونقرأ واحد من هدوث الثملايين بندمني تبعني نقرأ واحد يقول لي غيرت لحياتي ولا هذا كوى النجاح التاعي وهذه هي فرحة كبيرة بالنسبة لي نعم أيضا ربما من خلال العروض اللي تقدمها ومن خلال احتكاك بالسواح السواح اللي يجوا من كل العالم في تايم سكوار ربما كانت أيضا ربما قدرت تروج للجزائر وتعرف بعاداتها وتقاليدها أيضا أكيد درت بزال فيديوهات يعني أنا في المناسبات نحب نروح لتايم سكوار باللباس التقليدي ودايما في كل عرض اللي نقدموه نقدم يوميا ثلاث عروض في اليوم في تايم سكوار كل من كمن العرض التاعين نقول لهم أنا أنا من ألجيريا أنا من نورث آفريكا دائما نعرف بالجزائر ودايما كنت دائر سلسلة اللي كانت فيها خريطة العالم كانت فيها خريطة جزائري من حيثها كامل سواء العرب كي يشوفوني هكذا ولا الناس اللي يعرفوا البلاد هذه البلاد الجزائر والخريطة يجوا لي يتصورون آي وداي أنا نحب لأنه لأنه أنا نشوف روحي كسافير هناك البلادي كل واحد في المجال تاعه يعني قدمت صورة جميلة عن البلد عن الجزائر؟ أنا هذا وش نشوف أنا هذا وش نشوف يعني بل 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 بش ندير الحمدو الله الناس كي تشوفك تفرح وهذاك وهذاك هو الصح كل واحد في المجال تاعه يعني كي يمزاف يقول لك علش أنت عالم علش أنت مخترح هذاك المخترح والعالم في المجال تاعه أنا مجال تاعي فنان حب نضحك الناس هذاك المخترح ما يقدرش هوش نديره وش نديره وربي يعني سهل لك الحاجة اللي أنت تكون نح فيها هذا مكان ورك الفكر يختلف نعم في سيق الحديث يعني عن الفن أنت تلقيت تكوين في أحد أشهر المعاهد لتعلم أفجدية الفن الصامت في نيويورك عارتك عاديمي درت هكذا دورت ودورت أيضا مع فنانين في الفن الصامت أو في الفيزيكال اكتر فناني كبار أيضا في نيويورك وانلاين كورسيز بزاف حاجات غير بش ندور من نفسي وبش ندور من الموهبة تاعي نعم لماذا الفن الصامت أو الميم بالضبط؟ لأنه لما سافرت لأمريكا قلت لك ما كنتش نعرف اللغة الإنجليزية ولي تنميل بزاف للفن الصامت ولي تنحب نتقن الفن الصامت لأنه فن يفهم جميع طبقات المجتمع أو جميع الشعوب هذا هو السبب الرئيسي من بعد شفت أنه فن جميل يعني محبوب من طرف كثير من الناس نعم لقمال يعني كنت من بين منظمي أول صلاة ترويح أقيمت في أشهر صاحة بمدينة نيويورك المسمت بتايم سكوار حكينا على ظروف تنظيم هذه الصلاة في تايم سكوار أنا عندي يعني لا يفجدتكم هذه الفكرة الفكرة هذه جاتني أنا وصديقي آسكيو هذا باكستاني مدرس رياضيات في أحد الثانويات هناك في نيويورك وصديقي أيضا تصل بيهوك كان كنا حابين يعني مش كنا حابين كنا حابين وصرعت هذا الأمر أنه نبنو مدارس في فلسطين فجبنا قارورات زمزم ماء زمزم من السعودية حبينا نبيعوهم للناس وهذوك الأموال يكونوا يعني تبرعات لكي نبنو بيهم مدارس في فلسطين فالفكرة كانت أنه كيفاش نبيعوهم كيفاش نبيعوهم درنا هذا المبادرة أنه أن الناس جي تصلي تراويح في تايم سكوار كانت أول صلاة تقام في التاريخ في تايم سكوار درتها في المكان الذي ندر فيه أنا الشو يعني أنا في تايم سكوار كان بزاف أماكن عندي مكان تائم وخصص ليه لنيويورك ليه تايم سكوار مخصص ليه أنا وين ندر الشو فما رحت أهضرت مع هيئة المستكلفة بتايم سكوار والفنون بالأعمال اللي يصروا في تايم سكوار قلت لهم هاي وشاني حاب ندير هاي وشاني حاب ندير فيه نهاري طاوني الوتوريزاسيون جوا لها بوليس نظموا معنا جوا الناس حوالي ألفين ألفين منصلي في أول يوم في رمضان يعني ملقيتوش علاقين في التنظيم لا 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 مكاش علاقين يشوفوا أنه هذه الحاجة ما رحش تأذي الناس ما رحش فيها فيها حاجة منها عادي جدا هم يدعموا كل شيء يدعموا هذا ويدعموه يعني ما عنده مشكل مو يمديش مشاكل نعم اليوم يعني لقمان صنع نفسه بنفسه وعاد للجزائر ربما هل لقمان اليوم ليحمل مشاريع وعنده أهداف سترها لتحقيقها؟ إن شاء الله أنا المشاريع هو أنه حاب شفت أنه بزاف فنانين هنا في الجزائر ولا بزاف ثانين يمارسوا الفن تاع الكنون ولا تاع التحريج ولا حاب نرفع يعني من المستوى تاعه هنا في الجزائر ولا هو مرفوع ما شاء الله أنا بعودتي شفت بزاف ناس ولو هاربين في الدومان هذا يا حاب كما أقول لك ما شاء الله عندنا طاقة شبابية كبيرة في الجزائر وصح يعني مرة تبكي كي تشوفي هكذا الثروة شبابية ومكاش يعني مجالات وين تفرق هذه الطاقة إن شاء الله نسعى ونسعى وكامل باش يكونوا كيني هكذا فضاءات للشباب وين يخرجوا طاقتها نعم من بعودتك للجزائر ربما هل هناك جهات تواصلت معك لتحقيق أو لتجسيد مشاريع شبابي على أرض الواقع؟ للأسف ما كان حتى واحد يعني تصل بيه يعني جهات أو سلطات هكذا ما لا يوجد أي واحد يعني واحد من تصل بيه حاب ننظم يعني حفل هكذا من عندي أنا اللي حاب نديره باش باش الناس نتلاقى بيهم باش نشوفهم إن شاء الله بما أن يعني العودة تعي الأولى هذه بعد سبع سنوات طاقة تعي كامل راي مع العائلة وراي مع هكذا يعني أمور خاصة هذا مكان يعني مرانيش مهتم بزفزف بالأمور الخارجية ولكن واحدة واحد من تصل بيه وإن شاء الله إن شاء الله يتصلوا إن شاء الله نديروا حاجة إن شاء الله ننظموا حاجة هكذا باش الناس يشوفوها إن شاء الله نديروا عرض كبير هنا في الجزائر إن شاء الله إن شاء الله ربما ما هي مشاريع لقمان مشاريعي مشاريعي هو الشباب يعني حاب لجان لي كم أنا يا أخاوتي أخياتي اللي يتبعوني حاب يعني نديروا حاجة هكذا اللي كما قلت لك لي خرجوا فيها الطاقة تحومي اللي بلاما يخممش يعني بش يقول لك أنا حتى نروح بش ندير ولا لأني قبل ما نخرج من الجزائر بديت نديره هنا ومقلت حتى نروح أنا رحت بش نكون ونروحي وضكا يعني وليت راني هنا يا راح نكون ما بين هنا وما بين الهيك ولكن كما يقول لك حابة نستغله الفروة الشبابية إن شاء الله. يعني أنت باقاً أو ستعود للغيات المتحدة؟ حالياً باقاً ولكن سأعود. لا، لقمان ربما كلمة أخيرة وإضافة. الكلمة الأخيرة هي شكراً جزيلاً للإستضافة الجميلة للإنتفاة الطيبة منكم. وكما يقول لك رسالة لأي واحدة ويشوف فيها حبس ومتحبس شكل دير وإذاك حب وإذاك مؤمن بشكل دير. تجعل حتى واحد يحطمك لأنه خاصة الله غالب في الجزائر كيف يحطمك، يتخبّوا أمور الميكرو ويبدأ يكتب لك تعاليق وكذا لا تجعل شيء لهم. لا يعني أنه يحبوا أن تجعلوا شيء في حاجة لك. ستساعدك وتساعدك شخصياً وتساعد العائلتك. وربما إذا كان عندها رسالة أسماع وينتساعد بها الشعب تلكك، لا تسمع لك الأثناء أو الأثناء التي يرمون لك السلبية لهم لأنهم بحذ ذاتهم كارحين يذهبون لهم. لا تسمع لك. كمّل له أفانسي وإن شاء الله توصل بإذن الله لأي حاجة لكن أمم بها في حياتك. إن شاء الله. لقمان شكراً لك على كل تلبية الدعوة. وأيضاً نتمنى لك النجاح وأيضاً التوفيق في تحقيق أهدافك ومشاريعك. أربي أحظك شكراً جزيلاً. إذن مشاهدينا فصل ونعود استكمال لبقيتها.